متتبعي قناة مكتبتي التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 13 أتمرن وأدعم تعلماتي أولا أنقل إلى دفتري الأعداد التالية ثم أكتبها بالحروف يعني كل عدد بالأرقام سنعود نكتبه بالحروف في العدد الأول نكتبه أولا بالأرقام 650 مليون 143 ألف 792 ثم سنكتبه بالحروف قلنا 6 620 و50 مليون و100 3 و3 و40 ألفا 792 792 792 9 650 مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وإثنان وتسع هذا العدد الأول ثم العدد الموالي نكتبه أولا فصل الوحدة البسيطة فصل الألاف لملايين الملايين إذن خمسة وثلاثين مليار وربعمية وواحد وثلاثين مليون وستمياء وثنين وثلاثين ألف وسبعمائة وقد نكتبه بالحرف قلنا خمسة خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون ماذا؟ خمسة وثلاثون مليارا وأربعمائة وواحد وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وثلاثون واربعمائة وواحد وثلاثون مليونا وستمائة واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعمائة ثم العدد الموالي نكتبوها أولا بالأرقام خمسة وأربعون مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألفان ومائة واثنان ونكتبوها بالحر خلنا خمسة خمسة وأربعون مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائة واثنان ومائة واثنان خمسة وأربعون مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائة واثنان ثم العدد الأخير ثم العدد الأخير ونكتبوها أولا بالأرقام لأننا لدينا فصل الوحدة البسيطة فصل الألف فصل الملايين فصل الملايين ثلاثة ملايين واربعمائة وخمسون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألفا وستمائة وإحتا عشر سنقلنا ثلاثة ثلاثة ملايير وأربعمائة وخمسون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ومائة وثمانية وسبعون ألفا وستمائة وإحدى عشر وستمائة وإحدى عشر ثلاثة ملايير واربعمائة وخمسون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألفا وستمائة وإحدى عشر ثانيا أكمل سلسلة الأعداد التالية نقرأ العدد الأول أربعة ملايين وسبعمائة وإثنان وثلاثة ألفا أربعة ملايين وسبعمائة وإثنان واربعون ألفا لاحظوا هنا عندنا تنين وثلاثين ألف هنا تنين وربعين ألف إذن كل مرة نضيف عشرة ألف أربعة أربعة ملايين وسبعمائة وإثنان وخمسون ألفا سنضيف عشرة ألف مرة أخرى أربعة ملايين وسبعمائة وإثنان وستون ألفا ثم وإثنان وسبعون ألفا هذا العدد هذا فصل وحدة البسيطة لألف الملايين الملايين تسعة ملايين وستمائة واربعة وخمسون مليون ومئة وواحد ألف رحضوا هنا ستمائة واربعة ومسون ما تغيرت ولكن تغيرت ثمانية وللتمانية ملايين يعني نقصنا مليار أنا أتولي سبعة ملايين ستمائة واربعة وخمسون ألفا أو ستمائة واربعة وخمسون مليون ومئة وواحد ألف ستة ملايين أنا أتولي خمسة ملايين كل أمر نقص مليار خمسة ملايين ستمائة واربعة وخمسون مليون ومئة وواحد ألف كل مرة نقص مليار تسعة ملايير تمانية ملايير سبعة ملايير ستة ملايير وخمسة ملايير وفاسة لكزيغ سيستغوا جيتوليز لو تابلو ايجو كومبليت استعملو الجدول وو اكملو هدنا هنا هي المليار المليون الملييه اللي زينيتي لكلاس دي مليار لكلاس دي مليون لكلاس دي ملييه الملايير الملايين الالاف والوحدات البسيطة فلاحظوا هد العدد اللي بغنا نقراه ست مليار 369 مليون 151 مليون 42 نقراه العدد ونشبع له الفصل اللي هو فيه احنا غاجين اذا فهد العدد هو ست مليار ست مليار سبعة دي مليار 369 مليون 151 مليون 42 شو ما هد العدد هذا اللي هو ماذا اللي هو ست سون ام مليار سبعمية وواحد مليار ست سون ام مليار 965 مليون سميا وخمسا وستين مليون 965 مليون 231 ملي 231 ملي ميشن وحدو تلاسين الف 231 ملي 564 وخمسمية واربعة وستين ثم هاد العدد هادا كنقراه 46 مليار 46 مليار 630 مليون 630 مليون 584 ملي 584 ملي 584 ملي 123 ثم فهي لدرنی نماً 2001 مليار ميشن ام مليار 117 مليون 117 مليون 117 مليون 463 ملي 673 ملي 831 مليون 831 مليون 831 مليون فهكذا فككنا كل عدد الملايين والملايين والألاف والوحدات البسيطة أيضا عندما نقرأ العدد ، فنقرأو نلخانة الملايين و نقرأو نلعادة و نسبعه أليئة مليار وسنقرأو نتسبعه الملايين و نقرأ العادة و نسبعها مليون و كذلك هذه العادة و الى ألاف و و هذه الملايينية و وحدات البسيطة إلا أننا لم نقول أيضا علشة ربطة contract فإثنان واربعين وحدة خمسمية واربعة وستين هي خمسمية واربعة وستين وحدة أو لا واحدة وبهذا ننهي تمارين صفحة 13 نلتقي في الصفحة 14 كما أذكركم بأنه بيمكنكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى السادس والتي ظاهرة أمامكم في الفيليس وبالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء